عقب تلاوته صلاة التبشير الملائكي أعرب قداسة البابا فرنسيس عن قلقه إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط من حروب وضحايا خاصة الأطفال الأبرياء داعيا بأن لا يتوسع النزاع والعنف بشكل أكبر معربا عن قربي من المتضررين في الأرض المقدسة ولبنان وشدد قداسته على ضرورة التحلي بالشجاعة للعودة إلى الحوار من أجل وقف فوريا لإطلاق النار في غزة وعلى كل الجبهات ولإطلاق صراح الرهائن وإغاثة الفلسطينيين في غزة من خلال المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أن عمليات القتل لا يمكنها أبدا أن تكون حلا ولا تساعد على السير على درب العدالة والسلام بل تولد المزيد من الكراهية والرغبة في الانتقام فلا نخنقن كلمة السلام بل لنجعلها لتكون مستقبل الأرض المقدسة والشرق الأوسط والعالم كله ووجه الحبر العظم نداء إلى جميع الأطراف من أجل تفادي العنف بأي من أشكاله وحل الخلافات بالحوار والاهتمام بالخير الحقيقي للشعب لا بالمصالح الخاصة